سأل الشيخنا منهم الأرحام الذين تجبوا صلتهم و يأثم الإنسان بقطيعته الرحل حقها عظيم فضلها و صلتها كبير و هي من أوائل ما أوصى به النبي صلى الله عليه و سلم و أمر به فإن أبا سوفيان لما سأله هراقل عن ما يأمرهم به قال و يأمرنا بصلة الأرحام فصلة الأرحام من أوائل ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم و ندب إليه و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله و من قطعها قطعه الله و لا يدخل جهنة قاطع و رحمة الحديث في ذلك كثيرة و كذلك المصود في القرآن فما هي الرحم التي يجب صلاته و للعلماء في ذلك أخوان منهم من قال إن الرحم التي تجب صلاتها هي من كان بينك و بينه محرمية بمعنى أن يكون من محارمك بالنسبة للرجل و بالنسبة للمرأة و ضابط ذلك هو لو كان أحدهما ذكرهم الآخر أنثى لم يحل بينهما نكاح لأجل النسب كان ذلك رحما يجب صلتها فالأعمام و الأخوال و العمات و الخالات و إن علوا هؤلاء من الرحم التي تجب صلتها إذن من العلماء من قال الرحم هي من بينك و بينه صلة محرمية فقصر صلة الرحم الواجبة على المحارم و استدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أبرقى لأمك و أباك ثم أختك و أخاك ثم أدناك فأدناك و استدلوا بأدلة أخرى و هذا مذهب الحنفية و قال به بعض الشاء المالكية القول الثاني أن الرحم هم الذين بينك و بينهم توارث الذين يريثونك و تريثهم سواء من من لهم محرمية من محارمك أو من غير محارمك فلو كان مثلا لك ابنة عم ليس لها والد ولا ولد ولا زوج أو لها زوج أيضا فإنها لو توفيت لو رفتها فهنا تكون من محارمك فجعل هذا و ضابط صلة الرحم أن يكون بينك و بينهم مئة وارث ولو من جهة واحدة فيكون واجبا على من يريث الحال الثالثة أو القول الثالث فيما يتعلق بالرحم التي تجب صلتها هم كل من تجمعك بهم قرابة ولادة قريبة أو بعيدة كل من تجمعك بهم ولادة قريبة أو بعيدة و لما كانت بعيدة يحتمال تصل إلى سقف عالي من القرابات قالوا من الجد الرابع فما دونه هذا مذهب الحنابلة الجد الرابع فما دونه هؤلاء هم الرحم الذين تجبوا صلتهم سواء كانوا من محارمك من من تريثهم أو من من لا تريثهم و ليس من محارمك و هذا القول أوسع الأقوال و الذي يظهر و الله تعالى أعلم أن الرحم التي تجب صلتها هم كل من يعد في العرف رحما قطعها قطع للرحم لأنه ليس ثمة ضابط يعني تعملت ليس ثمة ضابط في الشرع و لا يعني ضيق بالمحارم و لا بمن يريث و لا بهذا التوسيع الذي يشمل البعيد فكل من جرى العرف المستقيم أنه يوصل من من تربطه كبير ميلاده طبعا العرف المستقيم لأن هناك من يقطع هناك لا سيما في هذا العصر المادي الذي تقاطع فيه الناس و أصبح ذو الرحم لا يسأل بعض عن بعض فهذا خارج على الأصل نرجع لأصل آخر وهو ما يتعلق بما دون الجد الرابع لكن في حال استواء الأمر هؤلاء كلهم لهم صلة وهم متفاوتون فيما يجب من الصلة فصلتك بابنة عمك بابنة خالك ليست كصلتك بخالك بعمتك بالتأكيد و لا صلتك بابن عمك و لا ابن خالتك الذي هو من جنسك فثمت فروقات لا بد من مراعاتها و يمكن أن نختم القول فيما يتعلق بالرحم التي تجيب صلتها يعني على الحد الضيق هم ذو الرحم المحرمة هذا أضيق قول في الرحم التي تجيب صلتها فلا تفرط في هذا ثم وسع الدائرة لحسب ما تقتضيه الإمكانات و وسألة الوصل و وصل الرحم لا يلزم أن يذهب الإنسان إلى رحمة و يجيس معها معهم و يخالطهم إنما يكفي في ذلك هذا من أوجه الوصل لكن السلام بالاتصال بالإرسال بالإرسال الهدية بالدعاء لهم كل هذا من صلة الرحم التي يتحقق بها شيء من المطلوب أحسن الله